الأغلب والله أعلم أن استهداف أبناء إسماعيل هنية رحمهم الله وأحفاده جاء كعملية انتقامية مقصودة بعد ما أعلنته كثائب القسام من عمليات وما نشروه من صور لقنص لجنود الاحتلال و لاستيادهم في بعض المواقع طبعا الإسرائيليون يظنون أن هذا يفت في عدد قيادة المقاومة أو قائد المقاومة وأهل المقاومة لكن هذا ينم عن عدم فهم لثقافة المسلمين وعقيدة المسلمين أن مثل هذه التضحيات تزيد من تمسك الناس بقضاياهم وتزيد من رسوخ قناعتهم بما هم عليه من حق وجدنا ذلك في رد فعل إسماعيل هنية الحقيقة رد فعل الناس أكبرته فيه وإن كان بعض الصهاينة يسخرون من ذلك ويقولون انظروا إليهم لا يأبهون لأبنائهم يموتوا أبناؤهم ولا يعني لا يبدو عليهم الأسى والجزع بالعكس الموقف النموذجي هنا الذي رأيناه من سلوك إسماعيل هنية هو هذا الثبات هذا الصمود وأنه هذا هو المتوقع من قادة المقاومة ومن أفراد الشعب الذين يناضلون من أجل تحرير بلادهم وباديا هو الحقيقة مثل ما تفضلت يعني يعطي دافع أكبر لأجل الثبات ويعطي مبرر أكبر وذريعة أكبر لأجل يعني التمسك بالحق فالواقع الذي أراد هي عملية انتقامية هي عملية انتقامية بامتياز وأنا باعتقادي أنه يعني التأثير المباشر سيكون تأثير سلبي طبعا مباشرة نحن مو بس صهاينة لكن من الكتاب ممن ينتمي إلى ملة الإسلام إسما بدأ في لكنهم مأجورين والإسلام منهم براء والإسلام منهم براء بدأوا في الشماتة وبدأوا في سوق يعني قصص من الخيال أنه هذا صراع داخلي بين بين أطراف القيادة قيادة المقاومة وبأنها عملية انتقامية من قبل فلان على علان وبأنهم أصلا هذه السيارة كانت متجهة إلى مصر كي تخرج يعني بأمان بينما أهل غزة يعني قابعون تحت القصف وتحت المجاعة منها القصص وطبعا القناة المشهورة التي ساقت قصص بأنه أولاد هنية وبالأخص حازم أنه يملك إمبراطورية في تركيا وهو مقيم يعني بإحدى الفنادق الفارهة وكذا في أمن وأمان هذه الآن ما أعرف كيف ترجع وتسوق هذه الحكاية لكن في نهاية المقاومة هذه قناة الإفك قناة عجيبة والله وصراحة أولا الرد الفعل رد استثنائي صراحة أن تفخت ثلاث أبناء وأربع أحفاد ويكون ذلك التماسك فهذا قل له نظير قل أن تجد بهذا نحن نرى أحيانا بعض الناس ممكن الإبن يجرح في حادث أو يجزع بشكل رهيب فكان موقف استثنائي عمر الثاني هذا حققوا رد على طرهات قنوات الصهاينة العرب خاصة الذين يتحدثون على أبناء القيادات موجودين في تركيا وفي قطر فثبت أنهم موجودين هناك وأنهم يكابدون ما يكابد أهل غزة وربما يكابدون أكثر الأمر الثالث هو أن الصهاينة صهاينة إسرائيل عملية الانتقام هذه مستمرة وقتلهم لقيادات ليس فقط أبناء القيادات مستمرة الأمر أنه كلما يقتلون أحدا كلما خرج ناس لا يقلون عنه إن لم يزيدون في القوة وفي الثبات الأمر الآخر أنه في هذا الوضع وضع الطغيان الجاثم على صدور شعوبنا وفي بعض الأماكن حتى يمنع فيها خروج الناس لمناصرة غزة ترى الناس مثال لقيادة تفقد أبنائها ثابتة صابرة محتسبة وقادرة على الاستمرار في المواجهة وأنا اللي أعجبني فيه قال أن هذا الموضوع لا يؤثر في أي اتجاه لا سلبا ولا إجابا بمعنى أن المفاوضات وكأنهم مسافرون قال الله سهل عليهم لا بالضبط كأنهم مسافرون وهي هذه القناعة العقدية في الحقيقة أن الإنسان بالنسبة لنا نحن كمسلمين حال الاستثنائية منتقل من حياتي لحياتي الحال الاستثنائية أخي محمد في الوعي العربي الحالي قضية أن أولاد الزعماء وأولاد القادة يكونوا صنوا باقين يعني هم حالهم حال الآخرين هذا أمر استثنائي وغريب جدا جدا بل أنه غريب حتى داخل السياق الفلسطيني يعني أنت لما تتكلم أنت على أولاد أبو مازن ولا القيادات ما الفتح ولا غيرها وينهم ماذا يفعلون أينهم هل يعانون ما يعاني الإنسان العادي لا يمكن القيادات الموجودة القيادات السياسية في الأنظمة العربية تجد أولادهم يعني يتعرضون لما يتعرض له أولاد العامة لا يمكن فهذه القضية بذاتها قضية أنه قيادة سياسية في واقع العالم العربي اليوم تتعرض لما يتعرض له باقي البشر هذه بذاتها هي الحقيقة ترى يعني ضرب الحقيقة للسردية التي تريد الاستهانة بالمقاومة الازدراء بها تخوينها اتهامها بالعمالة اتهامها بتقاضي الأموال وما شابه أنا باعتقادي أنه الحدث اليوم حدث استثنائي حدث أمس وممكن برضو الإضافة لما سبق يعني ما تفضلت فيه مزالة مهمة في تقديري فيما يخص الجانب الإسرائيلي أنه لجوء الجانب الإسرائيلي اللي ضربه هكذا يعني واضح أنها مخططة أو مدبرة أنت الآن بتعرض صورة أنه هذا ليس سلوك الدولة في الحرب وليس سلوك دولة تضعي احتبار لقوانين وأعراف الحرب يعني مش استهدف قادة المقاومة لكن أبناء ومحفادهم وبصورة انتقامية فهذه هي أصبحت يعني مثلكم مثل أي بلطجي يستهدفون الأطفال والنساء بالدرجة الأولى من كل في كل مكان لكن هذه برضو بتحكس شيء من حالة يعني شيء من الجزع أو اليأس يعني كونك تضطر أنها تعمل بالصورة دي معناها أنت أهدافك العسكرية المعلنة أهدافك السياسية المعلنة فشلت في تحقيق محتاج تقدم شيء للرأي العامة اللي عندك واللي هي أنا أفتكف بتحكس التغريدة اللي عملها آلون مزراحي مزراحي وحكى فيها عن نقطة مهمة جدا في كيف أنه كان بيرى أنه حماس استطاعت قراءة السيكولوجيا الإسرائيلية وكيف أنها يعني تتعاطم على الأمر وكيف تضرب حيث يوجع في المقابل أنت الآن فجئت برد فعل إسماعيل هنية في حين أن الواحد وقع أنك أنت بكل أجهزتك ومعرفتك وتاريخك وكذا عندك قراءة لهذه الأشياء دي من البديهات في العمل السياسي والعمل العسكري فواضح أنه يعني هو بتحكس إشكال حقيقي لدى الجانب الإسرائيلي وبيضع علامة استفهام حقيقية وموضوعية حول هذا الجيش الذي لا يقر وهذه الدولة التي لا تقر وهذه الدولة التي لا مثلها في بطشها وقوتها ومقدراتها فحالتها الآن إلى مجرد يعني مثل أو مثل أي عصابة تقيم هنا أو هناك الذي حصل الذي حصل الحقيقة هو بس استكمال النقطة هاي هم أرادوا في يوم العيد أن يحدثوا حالة من الجزع هم يظنون نعم أن بإمكانهم في يوم العيد يوم البهجة والاحتفاء بالرغم من كل الدمار أنه ممكن أن يخلقوا حالة من الجزع وذلك بعد يوم واحد من بث قناة الجزيرة للمقاطع التي وفرها لها مجاهد كتائب عز الدين القسام عن العمليات الناجحة هذه أحدثت فزعا وهلعا في داخل المنظومة الصهيونية فأرادوا أن ينتقموا بإحداث نوع من الهلع والجسع لدى الفلسطينيين لكن والله أبو ناجي أقول لك تعرف أنا الحقيقة أعتقد أنه من فترة إسرائيل فقدت القدرة على أن تفكر حتى بهذه العقلانية أنا باعتقادي أنه لا حتى هي ليس قضية ثارة جزع بل أنا مؤمن أنهم يعرفون تماما أن ردة الفعل ستكون إما هذه أو قريب من عندها أنا مؤمن بهذا هم بالنسبة لهم الآن يبحثون عن فتات الفتات يبحثون عن أي شيء يقدمونه إما للشعب الإسرائيلي أو وبالأخص نتنياهو الذي الآن هو يكاد يعني يعلق يونشرك الغسيل المتسخ من قبل الغرب حتى يريد أن يتبرأ من عنده ويلقي باللائمة جميعها على أكتاف نتنياهو يريد أي شيء أن يقدم حتى يقول والله أنا تراها قدمت انتصار يعني هنية هي عملية انتقامية و يعني وسخرت من الإدعاء بأنهم كانوا ينون للذهاب لتدفيد عملية عسكرية سخرت من ذلك كيف معهم أطفال ويذهبون إلى عملية عسكرية أما ردة فعل إسماعيل هنية فهي استثنائية لكنها بشكل آخر طبيعية يعني إذا كانت إذا كان بعض يعني كثير من الأشخاص في غزة الذين يستشهد أولادهم مع عائلاتهم ونراهم يعني يطلعون بمواقف شبيهة بما قاله إسماعيل هنية فما بالك بقائد إسماعيل هنية يفترض به أن يكون يعني هذا أمر طبيعي أن يقول أن أولادي مثل أي أولاد أي فلسطيني في غزة يعني هذا يعني طبع العام يفترض أنه ينسجم مع الشعب مع الشعب الذي يعاني فأولاده ليس أفضل من أولاد الآخرين فعلا وهذا أمر طبيعي صحيح يبدو استثنائيا مقارنة مع بعض القيادات الأخرى التي نراها في فتح مثلا وأعتقد قرأت تقريرا يقول أحد أسباب الحملة التي شنت على أولاد هنية في الفترة الماضية هي تحويل الأنظار عن الأعمال التي يقوم بها أولاد محمود عباس يعني يريدون أن ينزعوا الشرعية عن أولاد هنية وعلما أن محمود عباس هم المتهمون في هذه الأمور العمل القاس والتجارة وإلى آخره فأعتقد يعني هذا أمر مسلم به وجدنا ذلك نقطة أخيرة بس أقول الإسرائيل ربما لم لا أقول أنها لم تعد لديها أهداف 2006 إسرائيل كان في خلال عدوان على لبنان كانت تقصف نفس المناطق نفس المنطقة مرة واثنين وثلاثة وحينما سئل أحد المسؤولين إسرائيليين لماذا تقصفونا نفس المناطق قال نحن لم نعد لدينا أهداف أخرى نقصفها فنقصف نفس الأماكن ونفس الأهداف مرة ثانية وثالثة لكن بمضوع غزة لا لديهم أهداف هو الهدف الرئيسي يقتلون أكثر عدد ممكن من الأشخاص ومن القيادات من المفكرين من طلاب أساسة الجامعات من كل الفئات بهدف بث الرعب والجزاة وهذا تقضي الهدف الأسيسي تعرف يعني أحيانا أنا أذكر أيام دراستي وبعد ذلك من خلال النقاشات كثير منها الصفصطائية ما لها أي قيمة أنه نيرتشور versus نيتشور أنه هل الإنسان يعني الطباعة وأخلاقياته وسلوكياته هي طبيعية يعني هكذا من الولادة بالD&A أم هي نتيجة البيئة وهكذا هذا الجدال والطبع والتطبع والطبع والتطبع هذا الجدال الواقع أنه إحنا اليوم نعيش إذا حالة نشهدها نراها نلامسها من حيث الرؤية وهي أنه شعب عاش تحت الحصار وتحت القمع لقرابة عقدين من الزمن ويعاني من هذه الفواجع كل سنة سنتين ثلاثة وإذ جاءته يعني موجة من الموجات ثم تأتيه مثل هذه الموجة هذا الإنسان في نهاية المطاف سيخرج شيئا آخر سيخرج شيئا آخر إما في استقبال للآلام ولمواجع يعني يتحمل ما لا يتحمله يعني أمثالي مثلا واللي عايشين مثلا في حالة من الدعو والارتياح وهذا إذا أنت قارنت مثلا بمعاني إيمانية وروحانية واعتقادية فيصبح إنسانا استثنائيا الواقع إحنا من بداية الستة أشهر الماضية ونحن نرى يوميا بدون مبالغة يوميا نرى نماذج استثنائية نماذج إحنا نقاربها مع أنفسنا فنجد ونقول كيف ذلك من أطفال ومن نساء ومن شيوخ ومن آباء ومن أمهات ومن أزواج ومن زوجات أشكال ألوى الناس من كل شرائح المجتمع من كل الأعمار من كل الفئات المتعلم وغير المتعلم المثقف وغير المثقف الحافظ القرآن والذي ما حافظ شيء من القرآن كلهم على قدم السواء الحقيقة الذي أنا باعتقادي من نقاط الفشل الذريع للمنظومة الغربية والموالية للإجرام الصهيوني للإجرام الإبادة الذي لم يحسب له حساب هو هذا أنه إحنا وصلنا إلى نقطة إسرائيل سقط عنها كل ما تبقى مما يسمى بالأخلاقية أو The moral right The moral ما يكون القضية الأخلاقية في المشروع الذي قائم عليه لم يبقى لها من الأمر شيء الآن الذي تبقى خلام هيكل يريد أن يبقى على قيد الحياة ويريد أن يبقى على قيد الحياة بأي ثمن ومقابل أن يفعل أي شيء هذا الذي تبقى من هذا المشروع ولذلك الحقيقة أنه مرة أخرى يكرس مفهوم أن المشروع الصهيوني سقط وانتهى وانتفى والذي يبقي هو هذا الهيكل الهلامي المتبقي من هذا المشروع الذي الآن يريد أن يعيش فقط ولذلك كثير من اليهود على الأقل بعض اليهود المنصفين يقولون نحن الآن رمز للتوحش يعني هم ينظر إليهم على أنهم رمز للتوحش وهؤلاء يعيشون في الغرب ومع ذلك يقولون هذا الكلام أنا اللي لحظته شوف غزة تضع الآن يعني رفعت السقف عاليا جدا هناك أشياء استثنائية بكل المقيس طبيعي اللي ذكرها الأخ جعفر ما هو طبيعي هو أننا تعودنا على أهل غزة أن يصدر منهم هذه فنراها كأنها طبيعية يعني حتى لما صدرت من اسماعيل هنية لكن بالمقيس الإنسانية إنها ليست طبيعية إنها استثنائية تفقد ثلاثة أبناء وأحفاد أربعة أحفاد وقبل ذلك يعني مجموع ما فقد اسماعيل هنية واحده قال أن 60 فرد من العائلة الكبيرة يعني العائلة الصغيرة والكبيرة فقد منها 60 فردا بالمناسبة قبل ثلاثة أربعة سبيع كانت كان الإعلام العربي المتصهين يتحدث على أن اسماعيل هنية ذهب إلى تركيا ليتزوج أي طبعا وتحدثوا المرة السابعة مرات فأنا لما سمعتها في طبيعة الحال قلت إن هذا الإعلام الذي يخرج فيه ما يزعم من أنهم دعاة دعاة للإسلام ويقول أحدهم لو رأيت الحاكم يزني ويشرب الخمر نصف ساعة كل يوم في تلفزيون فأنت لا تستطيع أن تنتقده يعني حاكمهم في السعودية أو في الإمارات أو ممكن يزني نصف ساعة يجوز له الفحش يجوز له الفحش أمام العالم وأنت لا تستطيع أن تنتقده حتى واحد مرة قلل في قلبك لا تستطيع أن تنتقده أما الرجل طيب تزوج زواج حلال في الإسلام تقول تزوج يعني لكن جعلوا منها قضية كبيرة فإذا بها تأتي هذه الواقعة تأتي هذه الواقعة التي هي مؤلمة جدا للرجل ولكل العائلة بكل تأكيد الفقد في نهاية المطاف الناس تفقد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حزن على على إبراهيم وقال لنا على فراقك لا محزنون الفراق هذا فراق يعني مش لكنها تؤكد شيء آخر في الوقت الذي أعدي ما فيه بهذه الطريقة البشعة بالمناسبة أنا تابعت الإعلام العربي المتصحي في البداية أننا دائما نحاول نكون منصف معهم قل كيف يكون في البداية لم يذكروا الأحفاد في العناوين كلها مكتوبة الأولاد أغتيال ثلاث أبناء أو قتل ثلاث أبناء لم يذكروا الأحفاد فيما بعد يبدو أن هناك واحد من أخبار يقول لهم لا تبالغون لأن الإسرائيليين يتحدثون عن موت الأحفاد لا تنسى أنه في بداية الحرب كانت هناك ضجة كبيرة في إسرائيل على أبن نتنياهو الذي كان موجود في الشواطئ ويأخذ في صور وظهر تلك الصور وكان هناك غضب في إسرائيل أن أبن الزعيم موجود على الشواطئ بينما أبناءهم يقتلون في غزر بالمناسبة في أحدهم واحد من الغربيين كتب على تويتر يقول إذا كانت إسرائيل تستبيح قتل أبناء وأحفاد هنية إذن من حقنا أن نستبيح قتل ابن نتنياهو الذي يعاقر الخمرة على الشواطئ في أمريكا هذه أثارت الحفيظة لدى كثير من الناس لكن أود أن نرجع إلى النقطة التي أثارتها أناس أو أشرت إليها هذا المشروع الصهيوني منذ اليوم الأول لتأسيسه لم يكن أخلاقيا ولا علاقة له بالأخلاق بل هو لا أخلاقي وهو ضد كل المبادئ الإنسانية لكن الذي حدث أن الدعاية الغربية هي آلة ضخمة مؤيدة لهذا المشروع أضفت عليه نوعا من الرومانسية أن هؤلاء ظلموا في أوروبا وتعرضوا للهولوكوست ومن حقهم أن يعيشوا في سلام في أرض الآباء والأجداد اللي كانوا عايشين هنا قبل 3000 أو 4000 سنة فهم ضللوا الناس خلقوا سردية مزورة كاذبة ملفقة لا تبت للتاريخ ولا للواقع بصلة الذي يحدث الآن هو أن هذا ينكشف أمام الناس وينكشف يوميا والذي يكشفه أهل غزة بالدرجة الأولى وأهل فلسطين بشكل عام لكن أهل غزة بالدرجة الأولى بصمودهم بتضحياتهم هم الذين أزالوا هذه الطبقة من الصبغة أو من الدهان عن هذا الصدق وهذا العفن اللي هو متمثل بهذا الكيان الصيوني أذكر كلامك بالإجابة أو الدفعات الألمانية بخصص الدعم الألماني العسكري لإسرائيل فأجابه التاريخ يعني هي نفس الإطار مزالة التاريخ وأنه يعني هي الثاني دولة من حيث الاستيراد العسكري لإسرائيل يعني بنفس المزالة يعني وكأنما التاريخ عنده طبقات يعني في تاريخ للبعض ولا تاريخ ولا وجود ولا للآخرين يعني اللي هو بأكد نفس إزدواجية المعايير الموجودة في تقييم المزالة لكن برضو عودة لمزالة بن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعني أنا نتصور نحن صحيح ركزنا على الجانب تاعلام العربي المتحيز لكن أنا أفتكر برضو هي حتكون على مفارقة لحد ما في جزء من الإعلام الغربي المنصف لأنه يعني أنا تابحت تعليقات القراءة في بعض الصحف البريطانية على الخبر فرد فعل إسماعيل هني كان متهش بالنسبة لهم وغير مفهوم وغير مفهوم فده بقود لأسئلة بقود لأسئلة وأسئلة بتقود لبحث بتغير يعني الأشياء يعني حتى في وسط بلد يعني زي بريطانيا الناس مشهورة هنا بشي من الصلابة وشي من البرود في التعبير عن الحسيس برضو فيه كان في حيرا في ذد الفعل فده ده بيخلق يعني واقع جديد حتما يعني بيجي من الأزئلة ومن تغيير النظرة يعني تجاه الناس وكذا ما الذي يجعل هؤلاء يصمدون بهذا الشكل نعم وهذه تفكرنا في قضية روح الروح في البداية التي أشعلت المنصات خالد النبهان نعم تعخالد النبهاني شعالت المنصات في العالم جميعا والغربي خاصة هو ما الذي يجعل كان هذا هو السؤال ما الذي يجعل هؤلاء الناس يثبتون هذا الثبات وبهذه ولا يجزعون بهذه الطريقة المعروفة وما هو الحل لأجل كسر شوكته ما هو الحل لأجل كسر يعني كيف كيف نفت في عضدهم ماذا نفعل حتى لازم هؤلاء نقارهم يعني حتى لو نفسهم دي ممكن ترجعك لنقطة لو تتذكروا قبل كم وعشرين سنة زوجة توني بلير لما انزارت شايف لما انزارت الظلم كانت بعض المعسكرات طلعت بالعبار اللي هجمت عليه وفتحت عليه بواب جهنم وثم أغلق الملف لما قاتلنا الآن ما تستغربينه ليش الناس يعني يلجأوا لمختلفة بالمقابل تذكر جيم ديم جاني تونغ لما قالت نفس الفعل دمروها دمروا أنهوا بسيرة السياسية أنا أذكر كنا في البرلمان ماخدين مستأجرين قاع في البرلمان وكان فيه ندوة وأنا كنت أحد المتحدثين وكانت جاني تونغ معنا وجاني تونغ قالت أنا كجدة يمكنني أن أفهم لماذا الفلسطيني يلبس حزاما ناسفا ويفجر نفسه في الإسرائيليين لأن هؤلاء الإسرائيليين هم ابتداء أحال حياته إلى جحيم فقامت الدنيا ولم تقعد عليها وأنه مسيرة السياسية دمروها دمروها السؤال الأخير الذي هو يعني هل اغتيال أبناء إسماعيل هنية كانت تطمح إسرائيل إلى تغيير الواقع مثلا يعني قرأنا تقارير تقول ربما تريد تنازلا من حركة حماس في المفاوضات غير وارد هذا واحد والاحتمال الثاني ربما تريد من أن حماس تتشدد أكثر وتنسف التفاوض بحيث أن هذا يناسب نتنياهو لأنه لا يريد أي صفقة لا يريد أي صفقة يريد استبرار الحرب فهو هذا السؤال يعودنا الآن أنها هنية بالمناسبة أرد على هذا السؤال طريق غير مباشر قال هذا لن يؤثر لا هو يشوف القرارات في حماس ليست قرارات برد الفعل ليست برد الفعل قرارات مدروسة قرارات فيما وراءها تفكير والمصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة وليس المصلحة وليس المصلحة وليس المصلحة وليس المصلحة تفكير من المصلحة تفكير من المصلحة